اتخدام القمع والعنف بكل أشكاله لوأد ثورة تشرين العراقية لم يثني عزيمة المتظاهرين بل زاد من إصرارهم على إسقاط النظام الحكومة في بغداد لم تكتفي بقتل أكثر من 600 متظاهر وجرح واعتقال الآلاف منهم فهي تسعى جاهدة للقضاء على الثورة وإخماد صوتها فشكلت غرفاً أمنية مشتركة بإشراف إيراني وأمني حكومي لهذا الغرض قسم الإعلام في هيئة علماء المسلمين في العراق قال إن الهدف من تشكيل تلك الغرف في كل المحافظات الجنوبية والفرات الأوسط هو للتضييق على التظاهرات وأن قوات الطوق الأمني الحكومي على ساحة التحرير منعت وصول الإمدادات الطبية والمستلزمات الضرورية إلى فرق المسعفين الحكومة وميليشياتها متورطة وبشكل مباشر بقتل المتظاهرين ففي أسلوب آخر للقتل فجرت عبوة استهدفت إحدى السيارات قرب ساحة الطيران وأدت إلى استشهاد أربعة متظاهرين وإصابة عشرين آخرين تزامناً مع انفجار مماثل بعبوة ناسفة قرب ساحة الحبوب في الناصرية في محاولة لتسقيط ثورة تشرين وتشويه صورتها الحقيقية وهذا ما أكدته صحيفة الجارديان البريطانية بقولها إن ميليشيات الأحزاب التابعة لإيران متورطة في قتل المتظاهرين السلميين في العراق ومع أن الانتفاضة العراقية أسقطت الطائفية بوطنيتها إلا أن القوات الحكومية المدعومة بالميليشيات تصر على النهج الطائفي حتى في إبداء الرأي أو التظاهر أو الفرح فقد بلق بها الخوف من التظاهرات أن أطلقت الرصاص الحي على شباب مدينة الفلوجة الذين خرجوا تأييداً للتظاهرات المطالبة بإسقاط النظام وللاحتفال بفوز المنتخب الوطني على المنتخب الإيراني بينما منعت شرطة قضاء الخالدية الاحتفال بفوز المنتخب الوطني وتوعدت كل من يحتفل بالفوز بالاعتقال كما جوبها التظاهرات الطلاب الداعية لإسقاط النظام في منطقة حي الخضراء والجامعة والعامرية ببغداد بالقمع والمنع واعتقال مجموعة من المعتصمين من طلبة جامعة تكريت خوفاً من اتساع التظاهرات الشعبية في عموم البلاد الناشطون المدنيون لم يسلموا من المطاردة والقتل فقد قتلت ميليشيات مسلحة الناشط عدنان رستوم في مدينة الحرية ببغداد واعتقلت الناشط سمير فرج من الأنبار بسبب منشور على صفحته الخاصة أيد فيه التظاهرات مع الادعاءات الحكومية بحرية التظاهر والتعبير عن الرأي وشهدت بغداد والمحافظات الأخرى استجابة واسعة للإضراب العام الذي دعت له النقابات تأييداً لمطالب المتظاهرين بإسقاط النظام وتوجه طلاب الجامعات والمدارس في بغداد إلى ساحة التحرير استجابة لدعوة الإضراب العام